مواكبة لزيارة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي نظمتها جمعية بيتنا لترقية واستقرار الأسرة تجمعا نسويا بهدف تقسيم إعانات مالية على بعض الأسر الأقل دخلا وذلك بالتعاون مع المجلس الجهوي بولاية الحوض الشرقي وبلدية النعمة هذه مبادرة جيدة بالنسبة لنا وراجئة إن شاء الله فعلا أنها تتوفق ذوك الأعمال الخيرية التي لا يتواصل بإطار هذه الجمعية ونختار نقولها فعلا أن اليوم أكد لها دعمنا ومستاندتها ذو العمل الخيري الذي قايم به وأننا نعتبر لأن اليوم مستقبلينها في مدينتها وفي بلديتها وبينها لها وعمدة بلدية النعم المستعد ثمن دور الجمعية ومبادرتها التي جاءت في وقت وظرف دقيقين ومناسبة لتكريس التوجه العامي المبني على إشراك الجميع نحن زاد مولي بدورنا نشكره لجمعية بيتنا بيت الأسرة على الموقف منظمت باتجاه استقبار بخامة رئيس الجمهورية جمعية بيتنا لترقية واستقرار الأسرة أرادت أن يكون ختام أنشطتها السنوية لعام 2023 من هذه الولايات ومن مدينة النعمة التي ستفضل سيارة رئيس الجمهورية للولايات عملية القايمين به اليوم في الحوض الشرقي هي عبارة عن ترجمة لتوجهات بخامة رئيس الجمهورية لمؤازرة الأسر الأقل داخلا نقوم اليوم إن شاء الله بتوزيعات مالية نختارها تعد دائما إن شاء الله يا رب نسعاولها على بعض هذه الأسر من بلدية النعمة التظاهرة عرفت مداخلات من النائب البرلماني سيد أحمد لباحا مدينة النعمة وناشطين في المجال الاجتماعي وقد ركزت على تذمين الأدوار التي تطلع بها الجمعية الحفل ختم بتوزيع عنات مالية طالت مجموعات من الأسر والنسوة معلات الأسر ومعوزين كما استفاد منها ذو الإعاقة بمدينة النعمة قناة الموريتانية محمد بلال مدينة النعمة